قولي باني مشكلة زيزو، أزمة زيزو مع العابة؟ أزمة زيزو، خلال المطشات الأخيرة وكمان بما فيهم المطش الأخيرة ده كريم زيزو بيدخل بين الشطين ينتقد اللعيبة وش فوش والله جماعي احنا عندنا مشكلة في خط النص والله احنا عندنا مشكلة في الباكليفت عندنا مشكلة فاللعيبة ما تتقبلش ده انت مش كابتن فرقة عشان توجيهنا وانت مش فرض في الجهاز الفني عشان توجيهنا المدرب نفسه ما بيجي بيوجيهنا ماشي ده راجل مدير فني أوحان فهم عندهم مشكلة حصلت يعني مش عايزة أقول خناقة بس حصل يعني تراشق إلى حد ما أو مشادات خفيفة كده ما توجيهناش ما تكلمناش لدرجة أنه رد قال لهم أنا له لأنا بعمله الفرقة مش هيبقى لها شكل هجومي لأنا بعملوك بين أداء يعني آه الفرقة مش هيبقى لها شكل هجومي فده عمل أزمة ما بينه وما بين اللعيبة اللعيبة قال له ما تتكلمش حصلت مع مشادات ما بينه وما بين فتوح انطقت فتوح ففتوح رد عليه قال له ما تتكلمش الوينش في النطش مبارح قال له ما توجيهش اللعيبة ما لكش دعب النصر وراني ما تتكلمش مع حده خالص فأنا بقول لك كهي فيه مشاكل ما بينه وما بينه بعض فوقت اللبس واللي أنا بقى مستغربه إن فين الجهاز يعني فين الجهاز كورة الموضوع متنقل الملعب كمان ملعب كمان إنساء اللات المدرب بيقول أنت أريد تلعبه إزاي لا بص الدنيا بايزة بشكل مش طبيعي أنا بقول لك يعني لعيب بينطقت زميله فزميله بيرد عليه والجهاز كجهاز كورة وكجهاز فني مش موجودين أصلا ما بيتدخلوش إنهم يحلوا الأزمات دي مع بعض فأنت عندك أزمة بين اللعيبة إنه وصلت إنه في قط اللبس خط الهجوم بيحمل خط الدفاع وخط النص وخط الدفاع بيحمل خط الهجوم وهكذا آه طبعا